يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقى وخلق الإسلام الحياة يعني أعظم أخلاق هذا الدين الحياة لأن هذا الخلق يلا كان عند الإنسان سيحمله على التخلق بكل أخلاق طيبة البقية لأن هذا الأخلاق سيجير يكون هذا الأصل يكون هذا الأصل هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر على رجل من الأنصار وسمعه يعاتب صاحبه في الحياء يقول له إنك تستحي وكأنه يقول له أن هذا الحياء الذي تستحيه قد أضر بك السحة تنتوجك قال كتستحي والناس يرفع عليك والناس كذا إلى آخره فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان في رواية دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير قال له الحياء لا يأتي إلا بخير ما غدش يضيعه ما غدش يعني الله تبارك وتعالى يضيعه في أجره العظيم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء خير كله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عين سوكا باش نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذا الموضوعدي ما يذكر به الصحابة ولأنه مهم في علاقتهم مع الخالق وفي علاقتهم مع الخلق بجوج يقول عليه الصلاة والسلام إن الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة وإن البذاء من الجفاء والجفاء في النار البذاء بذاء لن تكون لسان خيب وتعامل خيب ويكون بذيعا يسب ويشتم بألفاظ سيئة قل بذاء من الجفاء من قسوة القلب وغلظه وفحش الأخلاق وسوئها والجفاء في النار يعني أنه يؤدي بالإنسان إلى النار وهذا تعتبر أيضا من أصول الأعمال ومن أصول الأخلاق حال الحديث لاتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة حالها وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار حال هذا الحديث ذكرنا ذلك فالحياة أيضا يهدي به الله تعالى إلى الإيمان والإيمان يهدي به الله إلى الجنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر